Chapter 7 Aldehydes and Ketones Lecture 6 Reactions of Aldehydes and Ketones 3 ناغشنا في المحاضرة الماضية النوع الأول من تفاعلات الألضحيذات والكيتونات وهو إضافة Carbon Nucleophiles في هذه المحاضرة سنناقش بقية الأنواع النوع الثاني هو Addition of Water أي إضافة الماء إلى كل من الألضحيذات أو الكيتونات ويسمى Formation of Carbonyl Hydrates حيث تتم إضافة الماء إلى مجموعة الكربونيل في الألضحيذ أو الكيتون وينتج Geminal Diol كهول سنائي الحيدروكسيل نجد فيه أن مجموعتين الحيدروكسيل متصلة بنفس زرة الكربون وبالتالي يسمى هذا الشكل Geminal أي Geminal Diol مثال لذلك إضافة الماء إلى Formal Dehyde حيث يتكون Formal Dehyde Hydrate كذلك يمكن إضافة الماء إلى الكيتون وفي هذا التفاعل الكيتون المستخدم هو الأسيتون إذا زايت ماء ينتج 2-2 Propan Diol أي أيضا كهول سنائي الحيدروكسيل وكما قلنا يسمى Geminal Diol النوع الثالث من تفاعلات الألضحيذات والكيتونات هو تفاعل الأكسدة Oxidation of aldehydes and ketones نبدأ أولا بأكسدة الألضحيذات حيث نجد أن أكسدة الألضحيذات تتم بسهولة ويتكون حمض كاربوكزيلي كناتج ويستخدم للأكسدة عوامل مؤكسدة مثل حمض الكروميك أو أملاح الفضة نلاحظ في هذا المثال الألضحيذ المستخدم هو Hexanal عند إضافة حمض الكروميك تحدث الأكسدة في مجموعة الألضحيذ التي هي CHO الظاهرة باللون الأخضر فتتحول بالأكسدة إلى مجموعة كاربوكزيل C-O-O-H الناجد هو Hexanoic Acid